نقول طبعا كل الناس اتكلمت النهاردة الصبحية لغاية هذه اللحظة عن المدير الفني القادم للمنتخب الوطني نهاردة الصبحية اتحادل مصر لكرة القدم اعلن عن التعاقد مع كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي ليقود المنتخب الوطني خلال هذه الفترة الهامة بعد رحيل الكابتن حسام البدري نهاردة كيروش طبعا تم الاتفاق معاه عبر الاثير تليفونيا كيروش هو من ترشيح فنجادة جلس فنجادة مع المهندس احمد مجاهد وتحدث خلال 48 ساعة الماضيع فنجادة رشح له كيروش لانه فنجادة نفسه اشتغل مع كيروش كمساعد له في مطلع التسعينيات مع منتخب البرتغال للشباب اقتنع المهندس احمد مجاهد تماما من خلال السيرة الزاتية الكبيرة لهذا المدرب المخضرم ومن ثم ذهب الاختيار الى كارلوس كروش كمدير فني للمنتخب الوطني اعلن اتحاد الكرة ايضا ان ضياء السيد سيكون مدرب عام ومحمد شوقي مدرب وعصام الحضري مدرب الحراس المرمى من المقرر ان يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش عنده اختيارات طبعا جايب معه ثلاثة معاونين له واحد تحليل واحد خاص باللياقة البدنية وربما الثالث وربما يكتفي بالاثنين لكن هناك مساعد اجنبي ومحل الاداء واخصائي للتأهيد هيصل كروش بمشيط رحمن نهاية الاسبوع المقبل فيما سيتم استكمال الجهاز الاداري والطبي والاجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل طبعا اللي متابع الاخبار الرياضية مؤكد هيبقى عارف السيرة الزاتية بشكل عام لكا كروش لكن خلينا برضو للي متابعش نقول بسرعة شديدة جدا طبعا كروش عنده 68 سنة بدأ مسرته التدريبية مبكرا جدا عام تسعة وتمانين اقول لحضراتكم تحديدا المسيرة الخاصة بكروش طبعا بداية كروش اشتغل في البداية عام تسعة وتمانين مع منتخب البرتغال للشباب تحت سبعتاشر سنة ده كان تمانية وتمانين تسعة وتمانين ثم منتخب البرتغال تحت عشرين سنة تسعة وتمانين واحد وتسعين ثم منتخب البرتغال واحد وتسعين تلاتة وتسعين بعد كده تولى سبورتينج لشبونة البرتغالي 93 إلى 96 نيويورك ريت بولز الأمريكي سنة 96 ناجويا جرامبوس الياباني 96 إلى 98 ثم تولى منتخب السعودية ودي نقلة مهمة جدا جدا في التعرف بالقرى العربية بشكل عام وده كان عام 98-99 ثم منتخب الإمارات في نفس العام 99 ثم منتخب جنوب إفريقيا 2000-2002 اشتغل بعد كده كيروش مدرب مساعد في منشستر يونيتد الإنجليزي 2002-2003 ثم ريال مدريد الإسباني 2003-2004 ثم مدرب مساعد في منشستر يونيتد الإنجليزي 2004 إلى 2008 ثم منتخب البرتغال 2008-2010 ثم إيران من 11 إلى 19 وأخيرا منتخب كولومبيا من 2019 حتى 2020 إذن الرجل بيعمل حتى اللحظات الأخيرة يعني آخر تدريب له كان منتخب كولومبيا وكان ده عقده اللي انتهى السنة اللي فاتت على فكرة هو أيضا كان هيمضي مع منتخب العراق اليومين اللي فاتوا دول ولكن تعطلت الصفقة لبعض الأمور المالية خلينا أقول فيما يتعلق بإنجازاته فاز ببطولة أوروبا تحت 19 سنة سنة 89 فاز ببطولة أي كأس العالم تسعة وتمانين وواحد وتسعين كأس البرتغال مع سبورتينجليشبونا 94-95 كأس السوبر البرتغالي مع سبورتينجليشبونا 95-96 السوبر الإسباني مع ريال مدريد 2003-2004 التأهل مع جنوب أفريقيا لمونديال كوريا واليابان 2002 التأهل مع منتخب البرتغال لمونديال جنوب أفريقيا 2010 التأهل مع منتخب إيران لمونديال البرازيل 2014 التأهل مع منتخب إيران لمونديال روسيا 2018 يعني ما شاء الله عنده سيفي محترم جدا فيما يتعلق بالتأهل لكأس العالم رغم أن كيروش تولى قيادة ست منتخبات في أربع قرات مختلفة إلا أنه لم يسبق له طبعا أن توج بأي بطولة مع منتخب يعني مش هنقول أنه أخد كأس عالم يعني لم تكن له إلا تجربة واحدة داخل القرى الصمراء وهو تدريب منتخب جنوب أفريقيا في سبع مباريات فاز في ثلاثة وتعادل في اتنين وخسر في اتنين إذن كيروش كسيفي مؤكد سيفي في منتهى القوة حدش يقدر يعني يجادل في هذا الأمر ويبقى توفيق المولى طبعا سبحانه وتعالى في هذه النقطة ويعني قبل ما أطلع فاصل أقول أنه الإسم الكبير بيطفي سحر على الإسم تجاه اللعبين اللعبين بيشوفوه هيرو رجل ضرب منتخبات عديدة وراحكس عالم في مناسبات عديدة ضرب أباطرة كرة القدم في العالم في كل القرات زي ما قلت وبالتالي أصبح هو حاجة مبهرة للعب وده شيء مهم جدا وبالتالي كل اللاعبين أيا كان مستواهم سينظروا عليها أنه هيرو بطل بطل كبير وده نقطة عظيمة جدا في شخصية أي مدير فني يتولى أي منتخب حوار آخر ولكن بعد الفاصل